عشان أخش أستثمر في العقار محتاج بودجيت كبير جدا يعني مش أقل من 4-5 مليون يعني أنا ممكن تمتلك واحدة معايا بمقدم 150 ألف جنيه بس تمام؟ 8 الواحدة دفع الأصل حوالي مليون ونص 2 مليون بتدفع 10% وتقصة الباقي عندي أنظمة سداد أكتر من 20 نظام سداد بيوصلك أن انت ممكن تقصة الواحدة بتاعتك لحد 12 سنة فالناس عندها تخوف من السمار العقاري في مصر خالص أنا عايز أقولك السمار العقاري في مصر هو أأمن حاجة في الفترة الحالية خلينا أقولك الناس تقول خلاص ده العقارات كترت أوي ده في كل حتة فليه مغليين أو ليه معليين يعني برضو الحتة زي محتاجين أنا أوضح لحضرتك حاجة أستاذة مريان الفترة اللي فاتت شهدنا تغيرات كبيرة جدا في أسعار الصرف فكانت الناس بتحط أسعار مبالغ فيها صحيح جدا بمعنى أنه هو بيفكر يبيع الوحدة بتاعته دي فلو هي الوحدة مثلا بتسوى مليون ونص يقولك أنا عايز ثلاثة مليون ليه بقى؟ لأنه هو خايف بعد كده يجي يشتري حاجة يبص يلاقي الأسعار ارتفعت بطريقة ملحوظة جدا يعني لو بنتكلم بيقوله هل في فقاعة عقارية في مصر؟ حرفيا لا يوجد فقاعة عقارية في مصر لأسباب كتير بص حضرتك أول سبب إحنا عددنا في تزايد مستمر في مصر بالملايين في تزايد مستمر شوفي إحنا من كم سنة كنا كم مليون والنهاردة كم مليون صحيح فمن هنا بنحتاج أن احنا وحدات سكنية أو وحدات تجارية أو وحدات إدارية ليه؟ لأن فيه تعادل سكاني بيزيد فده بيحافظ على كيمة العقار من الانهيار ببعنة صحيح فمن هنا أن العميل لازم يتطمن أن احنا بعيد كل البعد من وجهة نظري عن الفقاعة العقارية لا يوجد فقاعة عقارية في مصر والفترة اللي جاية هتثبت الكلام اللي أنا بقوله زي ما قلتلك الشعب المصري عنده ثقافة الاستثمار في العقار بقى عنده ثقافة الاستثمار في العقار زمان كان اللي بيحب يحافظ على كيمة فلوسه كان بيحط فلوسه في البنك تمام ويربط بيها شهادة شهادة وياخدها بقى ويقولك أنا كده زي الفل وفلوسي معي وفيه وقت أقدر أن أنا أصرف الفلوس دي معان الشهادات لما بتطربت سنة أو سنتين أو ثلاثة ده بيقل مش أقل من تلاتين لاربعين في المئة من قيمة المبلغ اللي انت حطه في البنك لكن النهاردة أنا في العقار بقولك تعلم تلك عقار تمن وثلاثة مليون جنيه بعشرة في المئة معد وقصت لك الباقي يعني لما يجي لعميل النهاردة يقولي أنا معي مليون جنيه عايز أحطه في عقار طب أولا بنعمل دراسة كاملة بحث كامل عن الأماكن اللي احنا بنشتغل فيها العميل لما بيجي يشتري يا أستاذة مريان أول مرة بيشتري للأسف بيشتري بمشاعره مش بيشتري بعقله يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني لما حضرتك تيجي تستثمري أول مرة في العقار دايما بتمشي وراء مشاعرك أنا شفت عقار شكله حل أو المكان ده منطقة كويسة مثلا هتديك مثال أنا رحت اشتريت في مصر الجديدة فاشتريت في مكان عجبني شكله فمشاعري تحركت إن أنا حابب أكون ساكن في المكان ده يبقى أنا بشتري بمشاعري طفين عقلي إزاي هتسألين إزاي هقولك لازم الأول أسأل عن المنطقة دي أشوف مين المطور العقار اللي بيبني أركز على البنية التحتية الأوراق الكانونية للمشروع لأن في ناس بتوع في مشاكل كبيرة جدا لما تشتري في مشاريع الأوراق الكانونية كلها لسها بدرة